رحى حرب طاحنة دارت في ماريوبول الأوكرانية فهي عقدة في خط بري يصل دومباس بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا عدا ذلك تعد ماريوبول مدخلا جنوبيا بحريا لأوكرانيا بمنائها المهم على بحر أزوف وهي مدينة صناعية اشتهر مؤخرا مصنعها الضخم للصلب والحديد أزوفستال الذي يتحصن جنود أوكرانيون فيه كانوا من جملة المدافعين عن المدينة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن بلاده سيطرت على ماريوبول لكن للرئيس الأوكراني رأي آخر إذ أكد في خطاب أمام البرلمان البرتغالي أنها ما زالت تقاوم القوات الروسية وأن ألاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون الدفاق بضراوة عن معمل أزوفستال حسب وصفه في جنوب وشرقي البلاد يحاول الغزاة فعل أي شيء ليتحدثوا عن أي انتصار إنهم ينقلون كتائب جديدة إلى أرضنا ويحاولون زيادة التعبئة في المناطق المحتلة هذه الخطوات لن تساعد روسيا في الحرب ضد بلدنا هي فقط يمكنها تأجيل ما لا مفر منها فالوقت الذي سيضطر فيه المحتلون إلى مغادرة أرضنا قادم لا محالة لا يود زيلسكي إعلان سقوط المدينة برغم صور بثتها روسيا من داخلها بل أضاف مستشاره أن التهديد الفوري بخسارة ماريوبل قد زال وأن روسيا لا تملك عددا كافيا من الجنود لتطويق مصنع السلب وذلك لما قد يشكله سقوطها بيد القوات الروسية من انتصار يعد كبيرا لموسكو بعد فشلها بإسقاط العاصمة كييف لكن ثمن التوغل داخل المدينة الساحلية لم يكن رخيصا عقب حصار دام أكثر من شهر قالت أوكرانيا إنه تسبب بنقص حد بالطعام والماء والأدوية إذ كشفت صور التقطت بالأقمار الصناعية وجود موقع محتمل لمقابر جماعية بالقرب من إحدى القرى القريبة رئيس بلدية المدينة قال إن الخنادق المحفورة بالمقبرة توحي بأن أكثر من تسعة ألاف شخص قد دفنوا فيها لقد بدأنا محاولات الإخلاء من المدينة منذ مارس وقد جرى تقويضها دمروا كل نقاط الإخلاء وحافلات النقل واستهدفوا نقاط الخروج علاوة على ذلك يتهم المسؤولون الأوكرانيون الروس باستهداف طرق الخروج من المدينة وتعطيل عمليات الإجلاء وهو ما دعى نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى الاعتذار لأكثر من مائة ألف من السكان الذين ينتظرون عالقين داخل المدينة دون نتيجة همام سعدات أرتي عربي